عندي حكتين ثلاثة بسرعة أختم بيوم الحلقة لكل حضراتكم وكل السادة اللي تابعونا مش هتكلم في أمور كتير بعيد عن أهلويتنا اللي أنا عايز أقوله أول حاجة سريعاً واسمحولي هختم وأنا فتح قلبي كالعادة لكم لأن أنا واحد منكم في البعض بيحاول يجرد أهلويتنا أو ما يقولش أو يمحي التاريخ عمره ما يتمحي لأنه كان فيه جهد وعرق وإخلاص ورجولة قبل أي مسؤول للفانيلا اللي بنلبسه فمن هنا لازم نحافظ على الاحترام ولازم نحافظ على الاختلاف ونختلف بأخلاقيات عالية وهو داع بقرية النادي الأهل عايز أقول الجملة اللي مهمة لازم تتقال الأهلي عمره ما يتقسم الأهلي عمره ما يتقسم الأهلي تختلف في الأراء لكن بنطفق على حب النادي الأهلي والإخلاص والدعم لأي حد بيقوده وده اللي احنا كنا بنقوله فتح قصة تقسيم الأهلي ده معا وده ضد ما فيش حاجة اسمها معارضة اقعدوا تصدقوا احنا تغيرنا لما نتكلم في مصر بتتغير ومصر بتبني فالنادي الأهلي ده جزء مهم وجزء كبير جدا في مصر ما فيش حاجة اسمها معارضة جوا النادي الأهلي ولا فيه حاجة اسمها حد بياخد جنب من النادي الأهلي الكلام ده غير صحيح من المرة مش حنشوفه ولا حنشوفه رغم أم في الجميع الأهلي جماعية عمومية قالت كلمتها الكل مساعد وداعم لأي مجلس إدارة يختاروا الجماعية العمومية ده اللي احنا تعلمناه لكن محدش يقول لك معارضة محدش يقول لك ده قندد محدش يقول لك ده ياخد جنب محدش يقول لك ده ممنوع لا ده مش عارف يقعدوا تصدقوا الكلام ده لو حصل غير كده يبقى عمره ما يبقى الأهلي صدقوني أنا بكلمكم بمنطقة الإخلاص عايزين تعرفوا موقفي داعم مساند لمجلس إدارة النادي الأهلي اللي اختاروا الجمعية العمومية بكل احترام داخل أو خارج القناة ده موقفي قولا واحدا عشان الكل يبقى فاهم ده ولا تلون ولا مش مبادئ ولا مش قيم اللي انا بقوله ده كمة الاحترام وده اللي احنا تعلمناه كلنا جوا النادي الأهلي يصدقون والله ده اللي احنا تعلمناه جوا النادي الأهلي جملة أخيرة عشان أرضي ضميري أمام الجميع كان ليه قناعة والقناعة كلكم عارفينها ولو احنا بنؤمن بالديموقراطية وحرية الرأي علينا اللي احنا نحترم أرامج أراء الجميع لكن الجمعية العمومية اللي تقوله كنا ننتفح حواليه وكلنا نقف حائط صد لأي حد يقرب من مجلس إدارة النادي الأهلي أيا كان مين اسمه وده اللي حصل على مدار التاريخ ما تستجيبوش للانقسام ده مع ده ضد ده مش عارف كم بيعمل إيه ده مش عارف بيقول إيه ده غير مقبول وده ما شفتهوش وانا هقولك على حاجة بمنتها الأمانة وبصوت عالي هقولها اتعلمت وانتقضت في قناعة النادي الأهلي اللي رفعه هندس باسم حموط طهر لأنه قلنا حنسن سنة غير حميدة اللي يحصل الكلام ده أتمنى من إخواتي وأشقائي أعضاء الجامعة العمية بالشيخ زايد اسحبوا القضية بتاعة الشيخ زايد لأن إحنا الأهلي الأهلي ولاده ما بيرفعوش أواضي على بعض الأهلي ولاده ما بيطلعوش في البرامج عايزين نبقى إيد واحدة وأنا أتمنى رسالتي توصل للجميع مش عايزين يتقال على مجلس كلمة هنا ولا هنا لأن ده هو ده اللي كنا بنقوله من أول يوم والتناول الإعلامي حنتكلم فيه بعد كده في أمور كتيل لكن ده مش وقته مهمة جدا كنا نوضح الصورة مرة تانية حقولها بصوت عالي مش الأهلي اللي يترفع عليه أواضي على مدار تاريخه على مدار تاريخه ما كانش بيحصل الكلام ده عشان كده كنا بندافع حرجع أقول النهاردة أعضاء الشيخ زايد اللي رفعين القضية أنا أخوكم الصغير وكابتن سابق للنادي الأهلي وأعلم قيمه ومبادئ النادي الأهلي الحقيقية لو سمحته مش عايزين نمشي أتمنى لتسحبوا القضية وتبركوا لكابتن محمود الخطيب وتقدموا الإيد لو سمحت عايزين نبقى بنقول صوتنا جوه السندوق اشتغل لنا يا كابتن محمود انت والمجلس عايزين نصوت ويبقى لينا كلمة ويبقى لينا رأي جوه برفع عليكم لو عملتوا كده يبقى هو ده الأهلي اللي احنا نعرفه لكن رفع الأواضي اللي احنا نمشي في طريق مش بتاعنا أنا قلت الكلام ده على المجلس السابق وبقوله النهاردة على المجلس الحالي لأن هي دي الحقيقة اللي ما ينفعش إن سن سنة غير حميدة داخل ندينة ونرفع أواضي عشان أخد حقي روح مد إيدك الأول وشوف هيتقلك إيه وده مهم جدا جدا عشان خاطر ندينة الحاجة الأخيرة اللي هختم بيها ومهم جدا أقولها لحضراتكو قلتها في بداية الحلقة اللي ما شافنيش بقولها في النهاية اللي بيشتغل داخل النادي الأهلي ده تكليف مش توظيف مفيش حاجة اسمها أي ابن من أبناء النادي الأهلي هو موظف ده جاي يخدم النادي الأهلي واللي بيخدم النادي الأهلي ما بيقدمش حاجة اسمها استقالة ولا مستحيل يعمل كده عارفين لو عمل كده أي حد بيشتغل جوه ناديه اللي خيره عليه اللي صاحب الفضل عليه اللي عمل اسمه وتاريخه ويقدم ورقة فيها استقالة فيهو ما يعلمش قيمة النادي الأهلي ولا في يوم هتلاقوه بصص للنادي الأهلي الكبير هتلاقوه بصص لمصلحته فكرة الاستقالة غير مقبولة لأن النادي الأهلي خيره على الجميع الجميع والأهلي فعلا فوق الجميع وهو ده موقفي عشان قلته في البداية وقلته في النهاية عايز أقول كمان جملة جميلة شركة بريزنتيشن أنا بشكرها شكرا جزيلا على التعامل المحترم مع كل الموظفين من أصغر واحد عيب اللي أنا أقول اللي هم عملوه لكن ما فيش مناسبة اللي غير ما وقفوا مع أصغر واحد لأكبر واحد ودي شهدت حق انتقطتهم قبل كده في مواقف قبل ما يكون موجود في القناة لكن في حاجة بلغة رجل الشرع البسيط يقول لك تعرفوا لا ما تعرفوش يبقى ما عشرتوش لا عشرتهم ليهم مواقف يشهد الله يشهد الله أنا شفت مواقف مع ناس مش عايز أحكي لكن وقفتهم مشرفة محترمة من أول يوم اشتغلت بشكر كل واحد اشتغل معاه في البرنامج ده عشان اشتغل بشرف ما تلونش كان موقف واحد زي دورنا بالزبط شباب زي الورد شباب زي الفل أنا بحترمهم من قناة من خمس سنين مش من النهاردة اللي قدامكم اشتغل في قناة النادي الأهلي من أيام الكابتن حسن والكابتن محمود الخطيب وكانوا شايفين اللي شادي محمد فيما ييجي هيعمل شغل محترم ابتدنا تحليل مع الدكتور طه والكابتن زكريا ناصف واللي عملنا النهاردة كنا بنعمله قبل كده ودفعنا وقتلنا عن ولاد النادي الأهلي مش مهم من المجلس حتى لو انت مش موجود الجدعانة والرجولة حتى لو انت مش موجود في منصب لازم تشيل اللي موجود جوه قلبك وتحمي عنه وتقاتل عليه أشكر مرة تانية أنا بحاول الناس كلها المحترمة عشان أدي الناس حقها المجموعة اللي اشتغلت معايا دا كان مهم كمان جدا لأن مدتهمش حقهم حيانا تعصبت عليهم حيانا كنت باطلوا في شغلة يتأغى حيانا هم كمان بيفجؤوني بحاجات كويسة جدا ولكن في الأول وفي الآخر كان معانا فريق عمل محترم أنا النهاردة وفي حالة النهاردة بزيات مهم جدا اللي أنا أشكرهم شكرا جزيلا كمان الحاجة الأخيرة هعمل زي ما الأهلي علمني وأحلى ختام النهاردة شكرا المهندس محمود طاهر علمته قدمته للنادي الأهلي شكرا على طول بعد مخسرة انتخابات بركت لكابتن محمود الخطيب ودي أخلاقيات النادي الأهلي اللي احنا تعلمناها شكرا أعضاء الجمعية العمومية أنتوا اللي اخترتوا المجلس الحالي كلنا ورا قراركو كلنا بنساند قراركو كلنا بندعم قراركو بتمنى التوفيق لمجلس الإدارة الحالي ربنا يوفقكو وتعملوا كل حاجة كويسة للنادي الأهلي ومسئولية كبيرة الأهلي ده مسئولية كبيرة ربنا يوفقكو في كل قراراتكو وأكيد بتمنى للجميع التوفيق والأهلي مش هيتقسم بين ولاده ولا في حاجة اسمها معارضة في حاجة اسمها كلنا أهلي ايده واحدة واللي يقرب من الاهلي والمجلسه الطبيعي الجماهيره وراء وقناته وراء وولاده وراء في كل مكان بشكركم شكرا جزيلا وعختم زي كل يوم المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي وتصبحوا على ألف خير وان شاء الله نتقابل ممكن في قناة الاهلي او غير قناة النادي الاهلي كل ده بنشوف بنعمل ايه ولكن كل الاحترام والتقدير لكل اهلاوي لان الاهلي بالامانة خيروا علينا كلنا وتصبحوا على ألف خير وشادي المستمر في قصة حب وعشق في النادي الاهلي لان البطولات اللي اتحققت وان البطولات اللي اتحققت كان وراها مجهود عظيم من مجالس ادارات ولعيبة محترمة على مدار التاريخ اسبكوا مع نشيد الاهلي النهاردة وده حيبقى أحلى اختار مشكركم شكرا جزيلا الشيوخة بالكسفة بكنا وان شهابة طفصة قسمنا انك دايماً 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 في النادي اشتركوا في القناة الاهلي